بسم الله الرحمن الرحيم طلب الأعزاء السلام عليكم مساعد بيلقيكم مرة أخرى في هذه المحاضرة المصورة الرابعة والخاصة بقضايا في تاريخ المغرب وهي تتم للمحاضرات السابقة المحاضرات الثلاث السابقة التي تحدثنا فيها عن لماذا الحديث عن تاريخ الحماية تحدثنا كذلك عن المغرب في الأدبيات الكولونيالية وكيف صورت هذه الأدبيات وهذه الأبحاث الفرنسية صورت المغرب وقدمت معلومات قيمة للجهاز الاستعماري ثم أن هذا المغرب أو صورة المغرب كيف تناولها وخصصنا نماذجين تحدثنا عن نماذجين بوجه تحديد نماذجين لجورج هاردي وكذلك لبول أودينو للموند ماروكان إلا ماروكان وهذين الكتابين قدم صورة نمط المغرب ينتمي إلى الشرق وهذا الشرق يحيل على الموت، يحيل على الجمود، يحيل على الركود وأن بنية هذا المغرب هي بنية مهترئة وبالتالي كانت هذه الكتابات تحاول شرعانة هذا الاستعمار وشرعانة كذلك الحماية الفرنسية على المغرب لأن المغرب في مجمل ما تم تقديمه من هذه الكتابات هو بلد يفتقد إلى نظام الدولة وأن الجهاز المخزني هو جهاز طفيلي وكذلك أنه عبارة عن فوسي فساء من القبائل المتناحرة فيما بينها أو عبارة كما تسمى جورج هاردي عبارة عن غبار بشري إذن هذا بشكل عام كان أهم الأفكار التي نقشنا في الحصاص الماضية هذه الحصاص سأخصصها للحديث عن مفهوم الحماية ولماذا سيتم اختيار هذا النظام الاستعماري باعتباره ملائماً لوضعية المغرب فعناصر هذه المحاضرة ستكونوا عن الشكل التالي أولاً المحاور الكبرى هناك المحور الثاني هو تتم للمحور الأول اللي كان عبارة عن مغرب الأدبيات الفرنسية أو الكولونيالية المحور الثاني تحدث عن الحماية الفرنسية بالمغرب وفكر ليوطي الدلالات والتحولات بمعنى أننا سنركز الحديث في هذا المحور عن مفهوم الحماية وعن تصور ليوطي للحماية وليوطي طبعاً هو المقيم العام الفرنسي أو هو الأول مقيم عام فرنسي بالمغرب حاكم المغرب أو تقلد منصب الإقامة العامة من 1912 و 1925 وهي أطول فترة لمقيم عام بالمغرب ثم الحديث عن دلالات هذا المفهوم والتحولات التي حدثت لأنه سنلاحظ نزياح المفهوم عن مفهوم الشراكة عن مفهوم الشراكة إلى مفهوم الإلحاق ومفهوم كذلك الاستعمار المباشر إذن سنخصص هذا المحور لهذه النقاط أولاً تقديم ثم كذلك دلالات ووظائف الحماية من الناحية القانونية والتاريخية ولماذا سأقدم جمعة من التعاريف القانونية لمفهوم الحماية كنفهم ثم كذلك مفهوم أو دلالات تاريخية وأيضاً سنحدد المفهوم الحماية كإجراء قانوني وسيقصم إلى عنصرين أولاً اعتبارات عامة ثم نتائج المعاهدة أو اختصاصات معاهدة الحماية بين الدولة الحامية والدولة المحمية ومن الناحية التاريخية سأركز على الحماية كحل متعدد الوظائف وهذا كذلك بدوره سينقاصم إلى مجموعة من العناصر أولاً سياق واقتصاد الوسائل بمعنى سياق فرض الحماية واقتصاد الوسائل كخطوة ثانية كحل من الحلول التي ساعت إليها فرنسا بعد فرض الحماية ثم وظيفة الشرعية بمعنى شرعنة هذه الحماية وكذلك إيجاد مبررات أو مصوغات لها أمام الدول الأخرى التي كانت تتنافس بدورها حول استعمار المغرب وفي الأخير سنخلص إلى مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات إذن على بركة الله نبدأ بالمحور الأول أو بالتقديم وخاصة حول ظروف وصياقات هذه الحماية ولكن قبل ذلك دعوني أذكركم بأهم المراجع والمراجع التي يمكن معتمدة في هذه المحاضرة ويمكنكم الاعتماد عليها من أجل تعميق المعارف وكذلك المكتسبات حول هذه النقطة بالذات فقط لأن المحاضرة كما تعلمون هي لا تكفي للإحاطة بجميع العناصر ولكن هي فقط لإطارة انتباهكم لمجموعة من العناوين ومجموعة كذلك من القضايا ويبقى طبعاً للطالب أن يجهد قدر الإمكان من أجل تعميق معارفه في هذا الاتجاه إذن المراجع التي اعتمدتها في هذا المحور أو في هذه المحاضرة ويوجد تحديد طبعاً لا يمكن الحديث عن تاريخ الحماية دون الحديث أو دون الرجوع إلى كتاب دانيل غيري ليوطي إلى Institution de Protectorat Francais au Maroc من 1912-1925 بأجزائه الثلاث لأن الصورة أمامكم فقط للجزء الأول ولكن الكتاب يتضمن ثلاث أجزاء كما سبق وتحدثنا عن ذلك فهذا الكتاب صدر سنة 1988 وهو كان عبارة عن أطرحة لدكتورات الدولة تقدم بها دانيل غيري في لنيلي شهادة الدكتورات الدولة في تاريخ المعاصر وبشكل خاص في تاريخ الحماية الفرنسية بالمغرب له أيضاً دانيل غيري في كذلك له كتاب مهم جداً هو المغرب من اليوطي إلى محمد الخامس والوجه المزدوج للحماية فهذا الكتاب صدر سنة 1999 وطبعاً أبان فيه دانيل غيري عن علوي كعبيه عن كذلك الرجوع إلى كثير من الوثائق وكثير من الأرشيف الفرنسي والمغربي في هذه المرحلة وتعمقها بشكل كبير في دراسة شخصية اليوطي ثم مصار هذه الشخصية بالمغرب المعاصر ثم حول الحديث عن البنيات السياسية وكذلك الإدارية التي أحدثتها الحماية الرجوع إلى كتاب بالمليح أبل أحد الله صورة أمامكم هذا الكتاب طبعاً سنة 1990 وكن هناك ترجمة له باللغة العربية وعنوانها هو التاريخ السياسي للمغرب إبانا الإستعمار البنيات السياسية ترجمة محمد الناجي وصادر عن إفريقيا الشرق سنة 2014 إذن هذا الكتاب كذلك هو مهم يبرز تطور الدولة وأيضاً يبرز كذلك بناء دولة جديدة وهي الدولة الكولونيالية أو الإدارة الكولونيالية وكيف خلق هذا نوع من الازدواجية في السين وخلق ما سماه الكاتب بالدولة الرصوبية وهذا المصطلح هو مقتبس من علوم جيولوجيا أو من علم جيولوجيا بمعنى أن دولة الطبقة تأتي فوق طبقة وهذا ما سماه بالدولة التراصبية أيضاً كتاب كذلك مهم ويبرز أيضاً التحول والتغير في مصار الدولة بعد الإصلاحات التي قدمتها الحماية الفرنسية أو أدخلت الحماية الفرنسية على الأجهزة الإدارية أحيلكم على كتاب محمد شاقير تطور الدولة في المغرب إشكالية التكوين والتمركز والهيمنة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن العشرين وهذا صادر كذلك عن دار إفريقيا الشرق سنة 2000 إذن هذا كان مجمل أهم المراجع التي سنعتمد عليها في هذه المدخلة والإشارة أن هناك مراجع كثيرة ومتعددة ركزت على تحليل بنية سياسية على تحليل كذلك مفهوم الحماية من الناحية القانونية ومن الناحية التاريخية للمغرب فقط اختصرت أو اقتصر الحديث على هذه النماذج التي أمامكم والباب أمامكم فتوح الاجتهاد والبحث عن كتب أخرى أو مراجع أخرى يمكن أن تغني معارفكم في هذا الصدد إذن في هذه المحاضرة سنركز على مفهوم الحماية في تصور اليوطي ما بين 1912-1925 ثم الملابسات المصاحبة لتطور هذا المفهوم إجرائياً مع إبراز ملامح القوة ونقاط الضعف عدم انسجام مذهب الحماية في المغرب ومذهب اليوطي أساساً إذن دلالات وظائف الحماية من الناحية القانونية هذا المفهوم أو موضوع الحماية هو يستمد أهميته من كونه يبحث في حدث تاريخ مهم للدولة المغربية وحدث معاصر والواضح أن الحماية قدمت حلول كانت المجموعة من المشاكل السياسية والديبلوماسية التي وجهتها فرنسا بالنظر إلى الصياق العام ثم إلى الفاعلين المتعددين وكانت لهم أطماع متعددة في المغرب وكانت الحماية اعتبرت على أنها هي الحل الاستعماري الممكن لوضعية المغرب فلا يمكن الحديث عن تحليل مفهوم الحماية في المغرب دون التحدث عن اليوطي أو عن الجنرال أو ماريشال هوبير اليوطي الذي أعطى لهذا المفهوم مضمونه للمغربي الخالص أو الخاص ورصد كذلك هذه الشخصية المعنوية والمادية للحماية في منطلقاتها وفي جذورها وسيرورتها ومصارها من 1912 إلى 1925 ثم بعد ذلك في مرحلة أخرى من هذه المحاضرات سنتحدث كذلك سنجيب على السؤال هل استمر هذا التصور وتطبيق الحماية بهذا الشكل أم انزاحها أو تغييرها نحو الإدارة المباشرة فالشخصية المعنوية للحماية ثم كذلك البحث في مراحل الاستعمار وأيضا لا بد أن نستحضر كذلك القانون الدولي الذي أعدته الدول الإمبريالية وكان لصالحها وكان دائما يخدم مصالحها فكان هناك نوع من المزاوجة بين الخطاب والممارسة ومن أجل البحث عن شرعية لتعطي لميزان القوة غير متكافئ بين دولتين تنتمي إلى المجال الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ثم دول تنتمي إلى شمال البحر الأبيض المتوسط فكان هناك نوع من لا تكافئ وأيضا فهذا القانون سيأخذ بها الاعتبار تطورات سياسية والداخلية والدولية التي طبعا عاشتها أوروبا بشكل عام وكذلك يجب أن كان هناك استحضار لما عاشته أيضا الدول الشمال الإفريقية بهذا القانون فاضطرت فرنسا من أجل البحث عن استراتيجية استعمارية للمغرب على تحيين أساطير الحملة النابوليونية إذن كانت رجوع إلى فكرة نابوليون وكذلك الحملة النابوليونية على مصر وبلغت هذه الأسطرة دروتها عندما أصبح المغرب مرادفا لليوطي وهذا ما جاء به الكتاب دانيل غيفي في الماروك دوليوطي أموحمد سانك لدبل فيزاج دي بروتكتورة إذن على كل حال الحماية تعددت تعارفها تعددت تعارف التي قدمت لهذه الحماية ولنظام الحماية فأقدم لكم نموذجين أو ثلاث فأمامكم الآن الباحث براهيم بطالب المؤرخ المغربي قدم نظام الحماية فقال الحماية معاهدة بين دولتين غير متكافئتين دول بالكلمات الموظفة في هذا التعريف تستعمر بمقتضاها الدولة القوية الدولة الضعيفة وتفرض عليها معمرها رصاملها وأسانيبها الاقتصادية والإدارية والثقافية فتلحقها بأسواقها وبمجال نفودها في العالم فهي حيلة قانونية تستغل بها خيرات الدولة المحمية اعتمادا على أموالها وسواعد أبنائها وهي إذن اغتصاب ترابي واحتلال أجنبي إذن بتاليفة كما يشير إبراهيم بطالب لأن الحماية هي فقط وسيلة خداعة أو كما سمها أحد الباحثين هي قفاز من حرير في يد من حديد تاليفة كانت هذه الحماية هي وسيلة للتغلغ والاستغلال لا أكثر إذن هناك تعريف آخر هو المتداول كثيرا وهي أن الحماية يعرفها ورد في كتاب أندغي جوليا على أنها بلد يحتفظ بمؤسساته وحكومته وإدارته مع أجهزته الخاصة تحت إشراف بسيط لدولة أوروبية تحل محله في التمثيل الخارجي وتتولى بصورة عامة إدارة جيشه وماليته وتقوده في تطوره الاقتصادي يعني تقوده نحو تطور الاقتصادي هذا ورد عند شارل أندغي جوليا فلاحظوا على أن هذا المفهوم قائم على فكرة الإشراك قائم على فكرة أيضا الإصلاح وقائم على فكرة المراقبة يعني تقوم بالدولة الحامية بمراقبات وتتولى عامة إدارته وأجهزته وتقوده يعني المصاحبة وكذلك التشرف وهذا ما كان يتعارض أو ما تعارض بشكل واضح مع الإدارة المباشرة إذن في هذا الصدد كانت الحماية كإجراء قانوني يمكن أن نحلل هذا المفهوم من الناحية القانونية إذن هنا الحماية ستقدم حلولا كما قلنا وكما تعلمنا ذلك من الدروس السابقة من الحيثة السابقة وكذلك من ما درستم في محاضرات الفصل الرابع المغرب القرن 19 على أن الحماية قدمت مجموعة من الحلول مشاكل سياسية ديبلوماسية عاشتها فرنسا في القرن 19 وبداية القرن 20 وأهمها كان بالأساس تعدد الفاعلين يعني صياق استعماري معين ثم فاعلين متعددين وكذلك كل طرف له رغبة في احتلال المغرب فهذا سيوضح ما عاشته فرنسا من ضغط وحاولت خروج من هذا الضغط منفلات منه باللجوء إلى مسألة الحماية إذن هذه المسألة كانت هناك ملابسات مفاوضات بين السفير رينو أو الوزير المفوض رينو والسلطان المولى عبد الحفيظ الوقوف على وضعية المغرب المالية كانت واضحة المالية والعسكرية والاقتصادية وساعمت بشكل فعال في توقيع الحماية لأن كل الأوضاع التي عاشها المغرب كذلك من ناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية ستعجل أو ستؤدي إلى احتلال المغرب والسقوطة في يد الاحتلال إذن السؤال الذي يمكن أن أطرحه هو أن هذه الحماية بعدما تم توقع معدد الحماية في 30 مارس 1912 وبدأت فرنسا في إدخال مجموعة من الإصلاحات وتغيير الإدارة المغربية وهو السؤال الذي يمكن أن نطرحه هو أنه كيف تعايش هذا النظام الجديد مع النظام المخزاني العتيق أو مع الإدارة السلطانية وأيضا كيف تمكنت الإدارة السلطانية وتمكنت الإدارة الفرنسية من الاستمرار في المشهد السياسي المغربي كيف أثرت الحماية كإجراء قانوني في مسار تاريخ المغرب المعاصر وأيضا كيف وفرت الأساس القانوني للدولة التراثبية وقلت على أن الدولة التراثبية هي المفهوم الذي أطلقه عبد الله بن المليح من خلال كتابه الذي ذكرت قبل قليل ويتحدث فيه على أنه كان هناك نوع من تعايش أو نوع من ازدواجية الطبقات يعني طبقة قديمة فوقها طبقة جديدة ولكن الطبقة الأولى لا تلغي الطبقة الثانية والعكس إذن هنا يمكن الرجوع كذلك إلى كتاب محمد القبلي تاريخ المغرب إشراف وتركيب وتحيين ثم الكتاب الذي قلته قبل قليل التاريخ السياسي المغرب إبانا استعمار لعبد الله بن المليح أيضا من خلال هذا الواقع القانوني أو الوضع القانوني للمغرب نجد في القانون الدولي صنفين من الحماية الصنف الأول هو الذي كان نموذج المغرب وهو أنه بلد حامي وبلد محمي هذا البلد المحمي ينظر إليه كجماعة لها شكل دولة يعني حماية تعتبر حماية دولية تندريجه ضمن هذا الصنف في المحميات الفرنسية يلي قلنا قبل قليل مثل الكامبونج اللاووس آنام تونس والمغرب هذا النموذج الأول ثم أن النموذج الثاني وهو يجمع بين الحماية بين البلد الحامي وبين جماعة وليس دولة لاحظوا الفرق إذن هذه جماعة ليست لها صفات الدولة والوصول إلى اتفاقية الحماية يجب أن يخضع لمجموعة من الشروط أولا الشخصية القانونية الدولية للدولتين من أن الحضور القانوني والشخصية القانونية وذلك كان عند المغرب وتميز به المغرب ثم أن المعادة هي الأساس القانوني للحماية وهذه الحماية كانت محددة زمنين هذا في الغالي لكن الوضع المغرب هي غير محددة زمنين ومشروطة بإنجاز مجموعة من الأهداف غالبا ما تسمى إصلاحات لغيفهم الحماية دخلت المغرب من أجل كان شعارها هو إدخال مجموعة من الإصلاحات على البنيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ثم الحصول والشرط الثالث هو الحصول على اعتراف الدول الأخرى بالمغرب أو بالحماية وفي حالة المغرب كان صعبا بالنسبة لفرنسا أن تحصل على اعتراف دولي بحمايةها على المغرب فكل دول أغلب دول تشبتت بمبادئ معادة الجزيرة الخضرة وحتى بعد 1912 بدأت الدول تتنازل عن مصالحها في المغرب فقط الولايات المتحدة الأمريكية لم تعترف بالحماية الفرنسية على المغرب إلا إلى حدود سنة 1917 في إطار ذلك الصراع الدولي أو الحرب العظمى إذن احترأ أطلع عليكم إذن وفق ما سبق نرجع لأحد فقهاء القانون شالغوسو أو يقول على أن الحماية هي لاحظوا شراكة غالبا ما تتم عن طريق معاهدة يتفق خلالها بلدا أحدهم هو البلد الحامي يعني الدولة القوية يقوم بتمتيل البلد الآخر المحمي والدفاع عنه ويتحمل مسؤوليته الدولية المترتبة عن ذلك أحكامه ليست ثابتة بل يتم تحديدها في الوثيقة التي تبنى عليها الاتفاقية ولكن في كل الحالات تلتزم الدولة المحمية بالتنازل لاحظوا الوضع وهذا يمكن تبقوا على وضع المغرب تتنازل الدولة المحمية عن بعض اختصاصاتها لفائدة الدولة الحامية مثل ما حدث في المغرب عندما تنازل عن إدارة شؤونها الخارجية لكن تحافظ مع ذلك على فرضيتها يعني حضورها الدولي ولن يكون تابعها كدولة محل نقاش هي كدولة حاضرة ولكن تنازلت عن تسير شؤونها الخارجية لمثلا لفرنسا إذن هذا نموذج أو هذا تعريف لاتفاقية الحماية مضمون اتفاقية هو قابل تغيير وهو مارين يعني ابتريح تنفهم الحماية يصعب تحديده بضيقة نتائج الحماية أو نسميها كذلك إذا أردتم اختصاصات كل طرف إذن على الصعيد الدولي أولا تتم كما قلنا قبل قليل تتم توزيع الاختصاصات الدولية بين الدولة الحامية والدولة المحمية يعني ويشكل ذلك بعدا هاما في المعاهدة لأن أساس الاتفاقية وتخص هذه التنازل أو هذه الاختصاصات الدولية ثلاث مجالات المجال الأول إبرة من المعاهدات وهذا كان واضح في شرط الخامس من المعاهدة الفرنسية المغربية 1912 ثم التمثيل الدبلوماسي والقنصولي وأيضا كان واضح في الاتفاقية وأيضا الإختصاصات في حالة الحرب بمعنى وهذا كان كذلك ممكن ناخد مثال على أن المغرب تكلف أو ساهم في الدفاع عن التراب الفرنسي خلال الحرب العالمية الأولى وكذلك خلال الحرب العالمية الثانية وأيضا فرنسا يعني وقفت في وجه الدعاية الفرنسية أو عفوا الدعاية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى أو الثانية إذن هناك نوع من اختصاصات على الصعيد الداخلي لاحظوا أن الحماية ستوقع من نظام تنائي كان هناك سلطة إدارية فرنسية وسلطة إدارية مغربية أو مخزنية ولكن التفوق والتير وكذلك كان دائما للسلطة الفرنسية إذن بالتالي الفكرة الأساس التي كانت تحكم هذا الصعيد الداخلي أو هذه الآدات التنائية هو الإصلاح والمراقبة فكانت معدد حماية تؤسس شرعيتها على فكرة الإصلاح المؤسساتي والمالي ودراه واضح في البند الأول أو الفصل الأول من معاهدة الحماية أنها أقدمت أو اتفقت مع الحكومة الدولة الشريفة على إدخال مجموعة من الإصلاحات تهم المالية والعدلية والعسكرية إذن إحدى وسائل إنجاز هذه الإصلاحات هي مراقبة السلطة المحمية يعني مراقبة الإشراف لاحظوا الكلمات التي وظفت مراقبة إشراف تشارف وليس هناك مصطلح أو مفهوم يدل على الاستعمار المباشر هذا فقط على المسوى الخطاب ولكن الممارسة وتطبيق كأن شيء آخر إذن الهدف كذلك هو تحويل الدولة والارتقاء بهذه الدولة المحمية الدولة الضعيفة الدولة المهترئة إلى مصاف الدول الحديثة أو الدول المتقدمة إذن هنا سنتحدث عن خطاط مؤسساتية قوامها شبكات آخر من السلطة سلطة محلية أو سلطة مخزانية وسلطة فرنسية وهذا سيأتي الحديث في تفصيل في وقت لاحق عن المستوى العنصر الثاني وهو الحماية كحل متعدد الوظائف لماذا لجأت فرنسا إلى الحماية كحل بمجمع من المشاكل التي عاشتها فرنسا إذن أولا مجموعة من المشاكل المقصود بها أساسا من ضغط استعماري ضغط إمبريالي من الدول التي كانت ترهب أيضا في احتلال المغرب مثل ألمانيا مثلا أو بريطانيا كذلك ثم كانت الحماية هي وسيلة لتبرير هذا المشروع الاستعماري فهي استطار شفاف لحجب الضم يعني حجب الإلحاق أو حجب الضم المباشر أثرت تأثيرا كبيرا على المؤسسات فليس من قبيل الصدفة أنه إذا وجدنا المحدد والفاعل الأساسي في المشروع الاستعماري بالجزائر كانت هي شخصية العسكاري العمل العسكاري فإننا سنلاحظ العكس على مسوى المغرب كان هو الفاعل سيكون هو التاجر أو القنصل أو الدبلوماسي والعسكاري سيأتيه في مرحلة لاحقة إذن هذا ما سبقت الإشارة إليه مرتبط بالمكانة الدولية للمغرب وقلنا ما ننساوش هذه الفكرة التي قلنا قبل قليل وأنه ضرورة وجود دولة أو وظيفة قانونية للدولة أو الشرعية القانونية لهذه الدولة وشخصيتها القانونية إذن هذا مرتبط بعدي المكانة الدولية الأفكار الاستعمارية التي ظهرت في هذه المرحلة ثم كذلك البحث عن شرعية إذن هذا كان كخلاصة أو تركيب لهذه الفكرة أو لماذا سيتم اختيار الحماية إذن مسألة أخرى وهي اقتصاد الوسائل بمعنى ستكون فرنسا مجبرة على تقديم مجموعة منها أو توقيع مجموعة منها الاتفاقيات وتقديم مجموعة منها التنازلات وعقد مجموعة منها التسويات الاستعمارية مع الدول الاستعمارية ثم كذلك ستقوم بتحالف مع السلطان وتقديم مجموعة منها أو يجب مراعاة كذلك الاتفاقيات الدولية التي حدثت أو التي وقعت قبل 1912 أهم مثلا اتفاقية الاتفاقيات الجزيرة 1916 الجزيرة الخضراء فكان ذلك لم يكن ممكن إلا في إطار الحماية يعني الجمع بين المصالح الجمع بين مراعاة مصالح السلطان والمراعاة كذلك واحترام حرمته الدينية ورمزيته وايضا احترام الرموز الدينية فكان لا يمكن أن يتم ذلك إلا في إطار الحماية فسنلاحظ على أن هناك تقابل بين ما هو فكري وبين هو الواقع بين التاريخ والإيديولوجيا فكان أيضا على مسواهات السياق وهو أن فرنسا كانت تسعى إلى عدم ارتكاب نفس الأخطاء التي وقعت في التجربة الجزائرية فكان دائما التجربة الجزائرية هي المرجع السلبي وفي المقابل اعتبرت تونس المثل الذي يجب استلهامه ويجب تستبيقه ولكن يجب تستوير كذلك النموذج تونسي وتستبيقه في المغرب يبدو على أن الجزائر كانت حقل تجارب بالنسبة للإستعمار الفرنسي واعتبر ليوطي من أهم المون دارين لهذا الاستعمار ولكن هم استخلصوا العبار من أن الفشل الذي مني به أنصار الطرق التقليدية الاستعمارية فتطورت هذه المداهب بسبب هذه التحولات في عالم الأفكار ولكن جاء كذلك نتيجة هذا الجدل ما بين السياسي والواقع والطبيق والطاريخ والإيديولوجيا وسنلاحظ تصريح مهم للانسان والإشارة للانسان سيأتي الحديث عنه لاحقا وهو مختصار هو أستاذ أو كان ملهم كذلك لليوطي في تطبيق معاهدة أو في تطبيق نظام الحماية فيقول لانسان على أنه بهذا النظام يعني نظام الحماية جعلنا من تونس في غضون عشر سنوات دولة متقدمة وبالنظر المعاكس يعني في التجاه الآخر في التجاه المقابل الذي يقضي بفصل كل القوى المحلية عن بعض البعض وممارسة الحكم على فئة قليلة جعلنا من الجزائر بعد خمسين سنة بلدا خاملا إذن هنا يقارن هذا الفرنسي هذا العسكري هذا الاستعماري يقارن بين التجربة التونسية الحماية التونسية والاستعمار المباشر في الجزائر ويعطي لأن مسألة الحماية كانت سبب أو كانت وسيلة لارتقاء تونس يعني في غضون عشر سنوات وانتقالها من دولة متخلفة إلى دولة متقدمة على عكس موقع في الجزائر إذن هذا كان نموذج لسبب اختيار فرنسا للحماية على مستوى اقتصاد الوسائل سيلاحظ ذلك في مذكرة فيما ذكره رينو في 1912 في 23 يونيو 1912 يقول بالحرف لا يمكن تصور إدارة مباشرة إلا إذا كانت هناك بالموازات معها سلطة فعلية قادرة على فرض الطاعة الكاملة والحكومة لا تنوي بتاتا أن تحتل المغرب احتلالا كاملا لأن ذلك سيكلفها غاليا من حيث المال والرجال إذن اختيار الحماية اختيار إشراك السكان ومراقبتهم وكذلك دفعهم إلى المشاركة في هذا النظام الحماية فيما قامت به الحماية كان بغرض تقليص المصاريف وتقليص كذلك كلفة الاستعمار الفرنسي أو الاستعمار المباشر لوفو أيضا يقول هذا النص مقصطف من كتاب لوفو يقول مكن هذا النظام الإدارة الفرنسية من حكم هذا النظام يعني الحماية يعني نظام الحماية مكن هذا النظام الإدارة الفرنسية من حكم البلاد بكلفة قليلة واستطاعت سلطات الحماية أن تحل التعارض بين ضرورة التوفر على إدارة اختبوطية تحكم بلد شاسع وصعب الميراس والعجز عن توفر الموارد المالية من خلال الوسائل العادية لأداء أجور إدارة حاضرة بالسمرار هنا إشارة إلى توضيف العنصر المحلي من خلال المراقبة يتمكن المستعمر اللي هو الفرنسي من تبرير حضوره إلى جانب الإدارة المخزنية التي يشملها أو يشلها بمختلف الطرق هذا النص هو نص كتيف جدا وفيه دلالات على كيف تستبيق الحماية أو لماذا تستبيق الحماية أنه يقول على أنه يصعب وضع إدارة فرنسية لإدارة هذه البلاد يعني إدارة اختبوطية إدارة متعددة متشعبة ولكن يجب استعانة بالعنصر المحلي بالموارد المحلية ومن أجل تسيير هذا البلاد وفي نفس الوقت الحفاظ على الحضور المخزنية أو الإدارة المخزنية على مسوى الشرعية أو على مسوى النقطة الثانية لماذا تحليل ولماذا اختيار الحماية وكانت فرنسا تبحث عن شرعيتها الاستعمارية فاعتبرت الحماية وسيلة لإضفاء هذه الشرعية وكإديولوجيا حافظت على الجهات السلطانية المخزنية كمسلمة سياسية لا يمكن أن تستغني عنها إذن هذه وظيفة الشرعية ستظهر في الحفاظ على الجهاز المخزني كما قلنا قبل قليل كمسلمة شرعية وأنصار الحماية كانوا يرون أو كانوا يعتبرون على أن هذه الحماية هي وسيلة لإضفاء الشرعية على السلطة الاستعمالية إذن هنا ستلعب الحماية دورا دور الإيديولوجيا ومن ثلاث اتجاهات أو من ثلاث زوايا اعتبرت أولا لحمة وحدت مؤقتا النخبة الاستعمارية مع النخبة السلطانية المخزنية ثم اعتبرت كذلك إيديولوجيا خداء لإضفاء الشرعية على النظام الاستعماري شكلت هذه الحماية نص مؤسس وشكلت كذلك عقيدة مرجعية يرجع إليها الفاعلون في حالة حدود خلاف يعني خلاف بين المستعمر والمستعمار واعتبرت أيضا الحماية إيديولوجيا النظام الرسوبي أكسبه الشرعية ومكنته من العمل كنظام يعني استمر هذا العمل الرسوبي هنا بصيرة أخرى هو إجابة على التساؤل التي سنقبلها قليلا إذا تذكرتم السؤال كيف استمر النظام الرسوبي وستمرت الإدارة أو الإدارتين معا في التواجد إلى غاية حصول المغرب على استقلاله يعني أن الإدارة الفرنسية تمكنت من إلغاء بشكل كبير أو بشكل نهائي لإلغاء الإدارة المغربية والمخزانية صحيح أنها سحبت منها مجموعة من الاختصاصات ولكن ظلت الإدارة قائمة ثم أيضا لم تتمكن الإدارة المخزانية من إزاحة أو من تجاوز الإدارة الفرنسية وبالتالي كان هناك نظام الرسوبي أو التراثوبي أو الذي استمر في الموجود في المغرب إذن كخلاصة لهذه ما قلناه الآن في هذا المحور وهذه المحادرة فليوطي وكانت أفكاره كانوا له تأثير مهم في تاريخ المغرب وستأتي كذلك المحادرات اللاحية قليل حديث عن السياسة الإسلامية والسياسة كذلك السياسة الأهلية والإسلامية التي طبقها ليوطي ومن ثم يمكن أن نستخلص كذلك أهم أفكار هذا المقيم العام أيضا بالتالي لا يمكن أن نستغني عن دراسة شخصية ليوطي وأفكاره من خلال حديث فقط على الحماية كحدث سياسي وليوطي أولا هو مهندس هذه الإصلاحات البنيوية التي غيرت مظهر المؤسسات في المغرب واعتبرها دائما كان ليوطي يعتبرها هي ترجمة واقعية لمبادئ الحماية ثم أن ليوطي سيشرف كذلك على تكوين مجموعة من الرجال أو قوسي النخبة الذين سمروا في تأثير من قريب أو من بعيد حتى الآليات المؤسساتية للبلاد ثالثا سيظل فكر ليوطي مرجعا على الدوام لأنصاره ولخصوم على السواء فالمقيمون العامون الذين الذين أتوا من بعده سيظل متأرجحين بين أتباع فكر اليوطي ومخالفته إذن فهذه الشخصية المحورية والغربية والساحرة والغريبة والساحرة بأفكارها وطباعها وسلوكها ومكرها كان له حضور قوي في مغرب الحماية ونجح في استثمار تجاربه الاستعمارية في استثمارها وتطبيقها في المغرب خلال أو عند استدامه بالقبائل المحيطة بفاس فاعتمد على الخطتين عسكريتين أولا الخطة الأولى تفضل العمل السياسي وتجعل من لغة السلاح الحل الثاني ولا تستبعده بل توظفه عند الضرورة ولهذا كان يقول دائما يجب إظهار القوة لعدم تلافيا لاستعمالها وسيتبنى ليعطي هذه الخطة مقتنعا بجدوها ومرضوضيتها في اختراق القبائل المغربية المقاومة أو في إطار ما سمت الأدبيات الفرنسية أو سياسة استراتيجية بسياسة بقعة الزيت فأيضا الخطة الثانية لجأ إلى التدخل العسكري على اعتبار أنه الحل يمليه الموقف ونفل المقاومات ومواجهات مقاومات أمثلة كثيرة على ذلك إذن تؤكد هذه الخطة على إفراغ الدولة هنا سيظهر التناقض بين الخطاب اليوطاني والممارسة على أرض الواقع فمن بعد الوجود إلى هذه الخطتين سيظهر على أن إفراغ الدولة من محتوها وأيضا لم تعد تلك الدولة هي التابت بشكل كبير في الحضور أو في المشهد المؤسساتي فأصبحت الدولة المخزنية دورها محصور الحفاظ على التوازن السياسية والاجتماعية وأيضا كذلك سيؤكد على أن هذه المسألة هي صعبة التحقيق على أرض الواقع سيتجل كذلك التناقض في عزله السلطان بدون ردة فعل قوية أو شعبية قوية وسيظهر على أن السلطان هو من قدم يعني من رغب في العزل ولكن كان هناك دفع أو إرغام السلطان بشكل أو بآخر ثم سيعمل ليوطي على إعادة هيكلة الدولة المخزنية استمالة النخبة المغربية من خلال إشراكة من خلال منحة بعض الصلاحيات هنا سنلاحظ سيأتي الحديث من خلال السياسة الأهلية عن النخبة المغربية ثم محاولة إقناع الشعب المغربي بشرعية المولى يوس والحفاظ وهذا سيظهر الحفاظ على عادات القصري وتقاليده وله بشكل احتفالي بشكل بروتوكول فقط لذلك إذن بذلك أكون قد أنهيت هذه المحاضرة التي خصص الحديث عن مفهوم الحماية عن لماذا تم اختيار حماية من ناحية القانونية ومن ناحية الشرعية وأيضا الحديث كذلك عن بعض التناقضات التي ظهرت على مستوى الطبيق هذا المفهوم ولماذا حاولت فرنسا إدفاء أو البحث عن شرعية استعمارية بلجوءها إلى الحماية ولكنها في الواقع ستفشل على مستوى الطبيق وستنزع خاصة بعد مرحلة اليوطي ستتجه نحو الإدارة المباشرة إذن أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة دائما ألتمسوا منكم قراءة المراجع والمصادر التي وضعتها في المحاضرة الأولى وبداية هذه المحاضرة ثم أيضا إذا كان هناك نوع من تساؤلات أو استفسارات أو نوع من الإشكالات الغامضة أو الغير واضحة فلا تترددوا في الاتصال على العنوان الإلكتروني أمامكم لديكم العنوان البريد الإلكتروني أو على الواتساب أو على التليجرام فأتمنى أن يكون هناك تواسل هناك نقاش هناك تفاعل مع ما نقوله أو ما نقوم به من المحاضرات شكرا لكم مرة أخرى وأتمنى أن تكونوا بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر